في ولاية تطوين هي القافلة الأولى من حيث النوعية قافلة متعددة لاختصاصات طبية واجتماعية تزور لأول مرة ولاية تطوين بهذا الكم من الاختصاصات والتي تشمل أيضا عديد المناطق في آن واحد بولاية تطوين مجدية خدمتها للمواطنين في هذه المناطق في عيادات عادية إلى جانب القيام بفحوصاتنا في الأشعة وغيرها وإجراء عديد العمليات في اختصاصات متعددة نحن اليوم في مهمة معنتها فرحانين بها برشعة لخطر عيادات معنتها نظمتها وزارة الصحة بالشراكة مع وزارة الدفاع الوطني والهيلة الأحمر هي قافلة طبية وكذلك قافلة اجتماعية خاطر مشارك معنا فيها الهيلة الأحمر وفيها مساعدات اجتماعية ومساعدات للوليدات الصغيرين على العودة المدرسية الخصوصية متلقفلة هذه هو أنها ما كانتش في مكان واحد أنها في أماكن متعددة اللي هما نذكرهم رمادة ذهيبة المستشفى الجهوي اللي هو تطوين الشمالية غمراسل وكان لحظته وبني محيري غدوة كان لحظته اللي نحنا خدمنا برشعة في الخط الأول والسياسة متاعنا طوى أنه نقربوا الخدمات طب الاختصاص في الخط الأول في المستوصفات اللي هي العادة فيها كانت طب العام علمونا للمرض الصدرية موجود في المستشفى الجهوي متاع تطوين كيف نجمونا نعاونه وليش لك فما حالات هما ديجا يتابعوا في مناطق أخرى يجيوا يعاملوا يعيدة بش ينقص عليهم المشي خاطر فما يتابعوا في مدنين في ولاية أخرى معناها هاوك اليوم يعديوا ينقص عليهم المشي الولايات الأخرى يسهل عليهم قمنا بالعملية الغير الاستعجالية يعني يقولوا إحنا لزانترفنسيون عفرواء اليوم كما قلوا إحنا يبدوا مقيدين عنا في القائمة متاع قائمة الانتظار واللي تتمثل أكثر في عملية المرارة عملية الفتق وحتى عملية الفتق اللي يتعاود يعني فمتنية هم عمليات اعتيادية تصير بصفة دورية في المستشفى الجهوي بتطوين ولكن حاولنا أنه نحاولوا كما قلوا إحنا نقوم بأكثر عدد ممكن من العمليات باش نقللوا خاصة من قائمة الانتظار اللي هي بلوزو ما توالد شوية بحكم خسرتو اللي تطوين تنقص فما نقص في أطباء التبنيج والإنعاش اللي بالقدوم متاع الأطباء هذومها متاع التبنيج والإنعاش من مستشفى سهلول ومن مستشفى الحبيب بورقيبة بسفاقص عاونوا برشا الفريق متاع التبنيج والإنعاش بمستشفى تطوين والحمد لله وفقنا ربي وتقريبا مش نصله تقريبا نحو أربعين عملية جراحية وهذا يتسمى نجاح وحمد لله بدلت هذه إن شاء الله تتعاود في القريب العاجل وإن شاء الله يعز المستشفى بأطباء الاختصاص بالأخص في البنج عندنا مشكلة في تخديره اللي نعاش بالأخص وفهم اختصاصات أخرى ماذا بينا يعز المستشفى إن شاء الله باش لحسن سيرورة العمل إن شاء الله الحق الجهة تفتقر لعديد من الاختصاصات متنوعة الحمد لله تم العديد من العمليات في قائمة الانتظار اليوم قمنا بإجراءهم في ظرف يومين كل مجهودات ضافرت في إنجاح هذه العمليات الحمد لله نشكر زملائنا اللي قدموا من تونس من سوسا من سفاقص من جراحة ومن طب التخدير النعاش بارك الله فيها هذه القفلة الصحية المتعددة لاختصاصات ومتعددة الأماكن التي قدمت فيها خدمتها استفاد منها مواطن ولاية تطوينة خاصة وأنها معززة بعدد من أطباء مختصين من الإدارة العامة للصحة العسكرية في تعاون مشتركة بين وزارتي الصحة والدفاع الوطني من فضل رب العالمين جدت لقاب لهذه واحنا نستنى فيها ومضبية تكرر الحق بصراحة هذه الفرصة هذه للناس وكل بحكم أن الناس ظروفهم قاسية واختصات ما تماشى معناها ديما نمشوا حتى معناها البرى الخارج معناها الجرجيز جربة كذا ولكن الناس ظروفها قاسية ما تقدش معناها نرم الموم معناها يلتفتوا شوي باش معناها يدوروا الاقتصاد هذه باش يتكون معناها يتخف عن ناس وعدوا الصغيرات والكبار وكل شيء وإحنا سمعنا الحق بالقافلة هذه وجينا الحق على العلة كاملة والحمد لله عدينا وفرحوا بينا وجزاهم الله وخير وهذه فرصة للناس وكل وإن شاء الله تكرر ديما ومضبين معناها ديما يزورون الفرصة هذه باش معناها نستفرح وتعدي وإن شاء الله ربي يسترنا وكل القافلة باهي فيها الملفات متراكمة أم اليوم تقعد برشا وموعيد طول هذا قريب عنده أكثر من عام وثم لي أكثر منه وهذا تدخل يعني مشكور محمود تدخل باهي لفاهدة الناس استفادت منها لعباد والحمد لله هذا توجه باهي للشعب والدولة ثم ناس ما تقدرش تكاليف تتغالية ومناطق بعيدة وهذا تدخل وعمل يعني حقيقة مشكور الموعد انتعي اللي عملته قبل في السفاقس عنده تقريبا نقولك عامين نستنى نابش نعمل عملية ولكن كي سمعت في الراديون معنا نقافلة جاية التطوين واحد كذا قلت أنا نجينا معنا نشوف نستشيرهم ونشبح الوضعية واحد وكذا واحد يزدي ثبت من روحه وحاجة فرحنا برشة في تطوين والحمد لله يربيه وإن شاء الله من حسنة يحسن قفلة صحية مشتركة بين وزارتي الدفاع والصحة قدمت خدماتها للمواطنين الذي ينتظرون البعض منهم لأشهر عديدة للحصول على موعد في اختصاص محين إلى جانب انتظار إجراء العمليات الطبية ما يجعل تمديد هذه القوافل وتكرارها في عديد المرات أكثر من مطلوبة في هذه الأماكن الداخلية إذن كما اذكرت في البداية رميدا أيضا كان شمالت هذه القافلة وخدمات هذه القافلة الصحية لكما قلنا تقرب الخدمة الصحية إلى هذه المناطق الداخلية شوفوا هذه التغطية في معتمدية رميدا ثم نعود في معتمدية رميدا بالمستشفى الميداني بالفيلق الترابي السحراوي الأول انتظمت قافلة صحية عسكرية متعددة الإختصاصات قدمت الإضافة النوحية لأهالي معتمدية رميدا باعتبار الإختصاصات التي توفرت فيها والتي قربت الخدمة الصحية لمواطني هذه المعتمدية من قبل الإدارة العامة للصحة العسكرية وزارة الدفاع الوطني تقوم بقوافل عسكرية دورية في المناطق الداخلية وذلك لأنها الدعم المنظومة الصحية الوطنية وفي هذه القوافل تقوم بتوفير طب الإختصاص في هذه المناطق اختصاصات طبية متعددة وفرتها هذه القافلة من خلال جملة من العيادات الطبية المجانية لمواطني معتمدية ترمادة الذين أقبلوا على الاستفادة من هذه الخدمات والتي وفرت لهم مشقة التحول إلى عديد المناطق الأخرى جيت بجن عدي على العيوني وجيت مصباحنا وإن شاء الله القافلة جيت اليوم باش تعدي علينا أنت كنت استنى لك ياسر معناتك والله مدة طويلة والله مدة طويلة مدة ما عدتها ثلاثة شهور أربعة شهور سوف نستنى لك كما الجنس في بعيون مختص وإن شاء الله القافلة هذه أكيد باش ترتحكم من البلاس والله ترتحنا مش ترتحنا مليع ترتحنا ما شاء الله ندوي عيوني عليهم ضبابة نحبهم يدوي ملكتيش قبل طبيبة هني لا لا ماهناش لا طبيب ولا فهى طبيب ما فيهاش ناجس ما فيهاش توقيع القافلة القافلة هذه جدت متاع الشيش بارك الله فيكم يعيشكم ترتحكم بارك يعيشكم إن شاء الله تتفكرون دائما وإن شاء الله تطلع علينا دائما في كل مناسبة مرحبا بكم برشة اختصاصات فيها وقربة الناس وقربة البعد وعلى مثلا يسمى توحجبه بارك الله فيكم قفلة عسكرية متعددة الاختصاصات قدمت الإضافة لمواطني معتمدية رمادا في انتظار تكررها نظرا لجليل الخدمات التي قدمتها للمواطنين بحسب رأيهما